زرنا أمس مستشفى الصدر استمعنا من المرضى استمعنا من مرافقيهم شفنا النواقص اللي موجودة شفنا الأشياء أيضا الإيجابية اللي موجودة اليوم اجتمعنا مع مدراء المستشفيات ومدراء الأقسام في دائرة صاحة النجف استمعنا إلى ملاحظاتهم استمعنا إلى مشاكلهم استمعنا إلى مقترحاتهم احنا نؤمن بأنه العمل عمل فريقي دوائر الصحة جزء من الوزارة مدراء المستشفيات جزء من الوزارة مسؤوليتنا مسؤولية تضامنية الكل يعمل كفريق واحد اليوم النوايا كانت نوايا إيجابية هناك إرادة في دائرة صاحة النجف حقيقة بعض المقترحات مقترحات تستحق التقدير والإحترام لأنه بها رؤية حقيقية بالنسبة إلى المشاريع المتلكية أعتقد أهم مشروعي بحاجة إلى محافظة النجف هو مستشفى الحكيم توسعة مستشفى الحكيم اللي هي 200 سرير نسبة الإنجاز بها لا بأس بها أيضا نعمل مع الشركة المنفذة ودائرة المشاريع على إنجازها بالوقت المحدد مشاكل الصحة مشاكل عديدة قسم يتعلق بأداء وزارة الصحة وقسم يتعلق بأداء وزارات أخرى وعلى رئيس وزارة المالية وما خصصة لهذه الوزارة في السنوات السابقة هي موازنة غير كافية للنهوض بالواقع الصحي نحن لدينا وعود من مجلس الوزراء وسيد رئيس وزراء في برنامج الحكومة وضع من أول أولوياته هو الخدمات وعلى رأس هذه الخدمات هو الخدمات الصحية فموعودين بموازنة جيدة إن شاء الله من خلال هذه الموازنة وترشيد إنفاق هذه الموازنة بالشكل الصحيح اللي يخدم المواطن العراقي نستطيع النهوض بالواقع الصحي دائرة صحة النجف هي تاريخيا مركز العلاج والاستشفاء للفرات الأوسط هذا معروف وأول مستشفى أسست في النجف العصر الملكي سميت مستشفى الفرات الأوسط وكان لا تخدم النجف فقط بالرغم من النجف كانت قضاء لكن تخدم النجف وكربلاء والديوانية والسماوة والحلة الآن أيضا نحن ماشيون بهذا المشروع مع توفير الخدمات في المحافظات الأخرى لكن تعزيز الخدمات الصحية في محافظة النجف لأنه أيضا هناك شيء آخر في النجف وهو الملايين من الزائرين الذين يأتون إلى هذه المحافظة المقدسة إضافة إلى المراجعين من المحافظات القريبة والمدن القريبة إن شاء الله بالتعاون مع دائرة صحة النجف ولا يفوتني أن أشيد بدور السيد المحافظ الدكتور الوائلي من خلال دعمه للمشاريع الصحية ووقوفه بجانب دائرة الصحة ومتطلبات المواطن الصحية إن شاء الله كحكومة اتحادية وحكومات محلية وعيضا ضمن البرنامج الحكومي التأكيد على العمل المشترك مع الحكومات المحلية إن شاء الله عام 2023 سيشهد تطور في الواقع الخدمي وعلى رأس الواقع الخدمي في وزارة الصحة وهنا قضيتين قضية الأولى هي العقود العقود أيضا قرار لمجلس وزراء العقود الذين مضى عليهم سنتين بموجب قرار مجلس وزراء المرقم 315 هم في طريقهم إلى التثبيت والعمال الذين أو الأجراء الذين مضى عليهم فترة طويلة أيضا في طريقهم للتحويل إلى قرار 315 إلى متعاقدين أما بالنسبة إلى التسكين التسكين هي قضية تتعلق بوزارة المالية ووزارة التخطيط نحن الآن عندنا مفاتحات مع وزارة التخطيط آخرها قبل يومين كنا مقترحين على وزارة التخطيط اقتراح معين رجعوا وزارة التخطيط عندهم استفهامات نحن ماشيين بهذا الموضوع 50% من مشاكل التسكين تقريبا تهت في وزارة الصحة طبعا نحتاج تعاون وزارة التخطيط نحتاج تعاون وزارة المالية بالموضوع قد نحتاج في نهاية الأمر إذا منحلت المشاكل إلى تدخل تشريعي وقانون جديد لغراض إدخال هذه التوصيفات الوظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة طبعا هذه مشاكل في كل دواء في كل مشاريع الدولة العراقية ومشاكل متكررة إن شاء الله من ضمن لجنة الأمر الديواني المعنية بتسريع عمل المستشفيات لمستشفى الحكيم داخلها ضمنها تحل قسم كبير من هذه المشاكل الآن المستشفى نسبة الإنجاز مالتها تكاد تصل إلى 40% على الأجزاء الطبية تسهيلات كثيرة تقدم من خلال لجنة الأمر الديواني المعنية بالمستشفيات نعمل إن شاء الله أن تدخل المستشفى الخدمة في وقتها المحدد